إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد على الرغم من أن سرعة القضف هي أكثر أنواع الخلل الوظيفي الجنسي شيوعا لدى الرجال بمعدل 5% إلا أنها لا تزال تفتقر إلى تعريف واضح ما هي سرعة القضف؟ تم وضع تعريفات مختلفة حول هذا المفهوم والذي دخل الأدبيات الطبية منذ نهاية القرن التاسع عشر في سبعينيات القرن الماضي عندما بدأ الموضوع في جذب الانتباه في العصر الحديث عيرف ماسترز وجونسون سرعة القضف على أنها عدم قدرة الرجل على تأخير هزة الجماع حتى بلوغ شريكه النشوة الجنسية وهذا الوضع يتبع في 5% من العلاقات الجنسية في السنوات التالية تم تقديم العديد من التعريفات حول هذا الموضوع اليوم يمكننا تلخيص تعريفات سرعة القضف على النحو التالي القضف الذي يحدث بعد حوالي دقيقة واحدة من الإلاج المهبلي في جميع الأوقات أو معظم الجماعي علامة اقتباس مزدوجة عدم القدرة على تأخير القضف لفترة ما بعد الإلاج أو حتى الإلاج المهبلي عدم القدرة على التحكم في القضف بشكل مناسب لكل الشركين للاستمتاع بالتفاعل الجنسي علامة اقتباس مزدوجة ما هي أسباب سرعة القضف؟ لا يعرف بالضبط ما الذي يسبب القضف المبكرة والذي يستمر طوال الحياة غالبا ما يتم طرح نظريات نفسية مضاربة تم اقتراح نظريات أن فرط الحساسية للمنبهات التي تتحكم في القضف في الدماغ أو فرط الحساسية لجلد القضيب تلعب دورا في سرعة القضف تعتمد مشكلة سرعة القضف المتغيرة والمتغيرة الحسية كليا على أسباب نفسية ظروف الحياة اليومية والتوتر فعالان يمكن أن تحدث سرعة القضف المكتسبة لأسباب مختلفة أسباب نفسية قد تمهد مشاكل مثل الإجهاد والعوامل البيئية والعلاقة مع الشريك ونمط الحياة الطريقة لسرعة القضف عوامل الهدد الصماء يمكن أن تسبب مشاكل الهدد الدرقية المعروفة باسم تضخم الهدد الدرقية بين الناس ارتفاع الهدد الدرقية أي فرط نشاط الهدد الدرقية مشكلة سرعة القضف مشاكل المسالك البولية، أمراض البروستاتة، التهابات البروستاتة، التهابات المسالك البولية أو الأمراض المنقولة جنسيا ممكن أن تسبب سرعة القضف مشاكل الصحة الجنسية، ممكن أن تؤدي لاختلالت في الصحة الجنسية أو مشاكل التكيف الجنسي لدى النساء إلى سرعة القضف كيف يتم تشخيص سرعة القضف؟ المعيار الذهبي في تشخيص سرعة القضف هو مقابلة الطبيب مع المريض إذا كانت هناك اضطرابات مختلفة مثل المشاكل الهرمونية الكامنة والتهابات المسالك البولية التي تسبب سرعة القضف، يتم الانتهاء من الفحوصات الخاصة بهذه الاضطرابات يمكن تشخيص سرعة القضف بأخذ تاريخ مفصل للمريض يمكن تعلم وقت القضف من المريض في المرضى المناسبين يمكن تقييم شكوى المريض باستبيانات تركية مصدقة يمكن الكشف عن الفرق بين العجز الجنسي وسرعة القضف، وهي المشكلة الأكثر شيوعاً من خلال أخذ التاريخ التفصيلي للمريض كيف يتم علاج سرعة القضف؟ تستخدم طرق مختلفة في علاج سرعة القضف أعتمداً على حالة المريض، يمكن استخدام واحد أو أكثر من هذه العلاجات عن في نفس الوقت واحد، العلاج بالعقاقير، تم أيضاً تطوير أدوية لسرعة القضف على غرار الأدوية المستخدمة لضعف الانتصاب، أي لعلاج ضعف الانتصاب يجب تناول دابوكستين قبل واحد إلى ثلاث ساعات من الجماعي اثنان، التمرين والرياضة، تستخدم التمرين التي تعمل على عضلات الحوض في علاج سرعة القضف تمرين كيجل هو أسلوب التمرين الأكثر أستخداماً يمكن تعريفه على أنه تمرين احتباس البول مع عضلات المقعد يمكن ممارسة التمرين كيجل، التي تستخيم أيضاً لسلسل بول عند الأطفال والنساء والرجال في أي وقت من اليوم العضلات التي تحبس البولة هي العضلات التي تعمل مع العضلات التي تمنع القضف يهدف إلى تقوية هذه الهياكل العضلية بالتمرين أثناء الجماع، عندما يشعر الشخص أنه سينزل عن طريق تقلص العضلات في هذه المنطقة فإن بنية العضلات في عمق المثانة سوف تتقلص أيضاً وستتحكم في القضف تمارين كيجل هي أحدى طرق العلاج الفعالة ضد سرعة القضف بصرف النظر عن تمارين كيجل، فإن اللياقة البدنية والرياضات المماثلة التي تعمل على عضلات قاع الحوض مفيدة أيضاً في منع سرعة القضف 3- الكريمات والمواد الهلامية الكريمات والمواد الهلامية المخدرة الموضعية يمكن أن تمنع سرعة القضف من أهم المميزات استخدام الجل والكريمات على رأس القضيب والقلفة أنها تطبيقات موضعية وليس لها آثار جانبية جهازية 4- ومع ذلك، يمكن للكريمات والمواد الهلامية أن تمنع الشعور بالنشوة الجنسية لدى الرجال والنساء، أعتمداً على كمية الاستخدام 5- خاصة أن الرائحة الكريهة للمواد الهلامية المستخدمة يمكن أن تخلق بيئة غير سارة أثناء الجماعي 4- الواقي الذكريه الواقي الذكريه هو أحد طرق العلاج المستخدمة لمنع سرعة القضف حيث أنه يقلل من الإحساس بالإحساس أثناء الجماعي يمكن استخدام أكثر من واقي ذكر واحد لهذا الغرض بالإضافة إلى مخدر موضعين 5- العلاجات الجنسية من الطرق الفعالة في علاج سرعة القضف هي العلاج الجنسي يعد التعاون مع الأطباء النفسيين من بين طرق العلاج التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج مفيدة الحفاظ على فترة المداعبة لأطول فترة ممكنة عندما يتم الشعور بالقضف، يمكن تطبيق طرق مثل تغيير أوضاع الشركاء